من جديد يلتائم مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اجتماع عادي ولكن في توقيت استثنائي فالمشهد يزداد تعقيدا مع اقتراب الحرب في غزة من انهاء شهرها العاشر فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وتتعثر جهود الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد على أن الاتحاد الأوروبي سيحترم قرارات الشرعية الدولية وآخرها ما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها أمرا غير قانوني نواجه وضعا كارثيا ونحن بحاجة إلى الحديث عن العلاقات مع إسرائيل ولكننا بحاجة أيضا إلى الحديث عن ما يحدث في غزة والضفة الغربية نحن بحاجة للحديث عن القيود الاقتصادية المفروضة على السلطة الفلسطينية وتخفيضات عائدات الضرائب التي تطبقها إسرائيل نحن بحاجة للحديث عن توسيع المستوطنات يجب أن نتحدث عن حقيقة أن الدعم الإنساني لا يدخل إلى غزة يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي صوت واحد ولا يمكننا أن نتفي بالدفاع عن سيادة القانون والديمقراطية فحسب فهذا قرار محكمة العدل الدولية وعلينا أن نلتزم به الاجتماع بحث أيضا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بمضامينها الأمنية والاقتصادية في ضوء تداعيات الحرب التي تتسع رقعتها رويدا رويدا وباتت تهدد منطقة الشرق الأوسط بأسرها في وقت أكد فيه المشاركون على أهمية امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب على غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجها وإطلاق سراح الرهائم وإفساح المجال للحلول السياسية الرمية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة إجماع إذن على دورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية في ظل تأكيد ممثل السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن المجلس بحث ما يمكن تقديمه ليس بالكلام فقط في إشارة إلى أن تحركا أوروبيا بات مطروحا على طاولة البحث في داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي شهد الكاشف الحرة بروكسل